اليوم عم نتحدث عن الأطعمة المهمة للدماغ وربما أحياناً كتير مننسى أهمية صحة الدماغ مع أنه منعرف قديش ممكن يؤثر سلباً شأنه شأن الأورغنز الموجودين أو الأعضاء الأخرى الموجودة في الجسم ولكن بشكل خاص اليوم عم نحكي عن هذا الدماغ اللي دايماً لازم نغذي كرمال يقدر يساعدنا بالضبط، خاصة أنه في كتير من أمراض اللي بتصيبنا على كبر أو بتصيب عدد كبير من الأشخاص على كبر زي الألزهايمر، الخرف يعني كل أمراض اللي بتصيب بالزاكرة يمكن مع دقتهم العمر كتير بيأثر عليها نوعية الأكل اللي إحنا مناكله خلال فترة الشباب أو في خلال فترة كتير صغيرة لأنه زي أي عضو تاني بالجسم زي ما منهتم بصحة البشرة، الأضافر، الشعر، القلب، الدماغ برضو فيه نسبة الخلايا الدهنية، فيه خلايا موجودة فيها وفيها دهن فكمان كتير بفرق نوع الأكل اللي إحنا مناكله فرح نبدأ أول إشي بالدهن، الدماغ عشان يوصل الرسائل العصبية لازم يكون فيه ليونة، فيه أي إشي لين هيك سهل بتمرق فيه الرسائل العصبية بشكل كتير بسيط فبالتالي بشكل بسيط لما إحنا نحكي دهون مشبعة ودهون غير مشبعة الدهون المشبعة عادة أصلا بتكون صلبة على حرارة الغرفة والدهون الغير مشبعة بتكون سائلة على حرارة الغرفة فإحنا شو مناكل دهون شو بيأثر على الخلايا الموجودة بالدماغ وعلى قدرتها على توصيل الرسائل العصبية فإحنا قد ما بنقدر بنحاول نروح على الدهون الغير مشبعة ويكون أغلب أكلنا من هذا الإشي زي حمية البحر الأبيض المتوسط اللي بتعتمد على زيت الزتون، بتعتمد على الأسماك، بتعتمد على المكسرات وبنا نحاول كمان عشان نحافظ على صحة الدماغ نقلل قد ما بنقدر من الدهون المشبعة إذا كان موجود خاصة هلا بأكلنا البروسست المصنع بشكل كتير كبير للأسف معظم أكلنا حتى إحنا في مناطق عربية عم بروح على بيرجر، على صوسيج، على ناجتس على هاي الأشياء قدين نسبة الدهون اللي عم تدخل وقدي إحنا عم بكون نسبة كبيرة من أكلنا عبارة عن دهون مشبعة فهي أول إشي بنا نركز عليه، عنا الجهون الغير مشبعة إذا كان زيت زتون استخدامه إذا كان بالطبخ أو إنه إحنا نتناوله ونرجع لسندوشات الزيت والزعتر الطبيعية خاصة للولاد مش دائماً كانوا يحكوا أكل زيت زعتر عشان يتفتح العقل لما يكون واحد عنده امتحار مظبوط لأنه زيت زتون أوميغا فيه شو اسمه جهون غير مشبعة وعننا الزعتر كمان فيه من الأعشاب المفيدة جداً فيه زيوت طيارة مفيدة جداً لصحة الدماغ فهاي من أهم الأشياء اللي بنركز عليها السمك لأنه أوميغا ثري وأوميغا ثري غير إنه مفيد لصحة القلب مفيد جداً لصحة الدماغ ولازم يكون ترتيب أكلنا كالآتي بخلال الأسبوع إنه على الأقل مرة لمرتين بالأسبوع سمك ومرة مرتين بالكتير لحمة يعني ما يكون لحمة كل يوم حتى نوع اللحمة إنه قد ما نقدر نخفف الدهن الموجود فيها ويوم بالأسبوع على الأقل بخليات يعني نطبخ مجدرة رز بفور رز بحمص أي إش عشان ما يكون في عنا دهون حيوانية والباقي ممكن دجاج بهذا الترتيب بيساعدك إنه إحنا البروتينات اللي عم ناخدها ما تكون جداً عالية بالدهون المشبعة اللي ممكن تأذي صحة الدماغ نعم تاني إشي كتير مهم حتى بيقلل كتير من الألزهايمر أو خطر الإصاب بالألزهايمر وبزيد زاكرة الخضار الورقية نعم الخضار الورقية يعني إحنا بسلطة دائماً بسلطة دائماً منحط خس خيار بندورة بس في عنا كمشة خضار ورقية مقدر نحط سبانخ في عنا وراء الشمندر وراء الشمندر حتى فيها حديد أكتر من حبة الشمندر نفسها منلاقيهم إحنا لما نروح على السوبر ماركت منلاقي كمشة الخضار الورقية اللي مع بعض اللي بيكون فيها عرق هيك بنفسجي هاي وراء الشمندر هاي فيها نسبة حديد عالية والحديد أكيد مهم للإزماعك الخضار الورقية مهمة لأنه فيها مادة اللوتين والزيزانثن هدولة كتير مهمين من المواد المضادلة الأكسادة الموجودة بالخضار الورقية بكثرة واللي كتير مهم إنها تزيد الزاكرة وتساعد على التركيز ومهمة لصحة الدماغ فصلطتنا شوي لازم ننوع فيها مش دايماً صلطتنا العادية ناخد صلطة الجرجير صلطة سبانخ وجرجير وراء الشمندر أو أي وراء تانية البقلة يعني بالصيف نحاول النوع أدما كتيرنا خضار ورقية أدما كان أحسن وكمان الملوخية والسبانخ من طبخاتنا اللي كتير منحبهم واللي برضو مهمين جداً لصحة الدماغ نعم طيب يعني كل هذه الأطعمة المفيدة سواءً الورقية وغيرها لا الدماغ ولكن أيضاً إحنا منعرف إنه التوت يعني من الأطعمة أو من الفاكهة المحببة جداً لكل أخصائيين التطبيع صح 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 شو العلاقة؟ وهلأ موسم التوت توتنا البلدي يعني بدل ما إحنا دائماً منجيب البلوبر المفرز ومستورد بس هلأ موسمه وموجود بكثرة إذا كان الأبيض والأسود التوت غني بالفلافينويدز الفلافينويدز من المواد المضادة الأكسد المهمة جداً كمان لصحة الدماغ وصحة القلب وكمان هلأ رح ينزل العنب والعنب الأسود برضو مهمين الجوز ما ننسى الجوز اللوز بزول الكتان بزول التشيا برضو مهمين لصحة الدماغ يعني جميل جداً شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتورة روبام شربة شو بتمنى هيك عطلة نهاية أسبوع رائع لك وعلى العائلة